اللهم صل وسل وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد هذه هي المحطة الأخيرة في فضل سورة الفاتحة وهي محطة مهمة في ضمن هذه السلسلة في تفسير سورة الفاتحة لأننا من خلالها نقف على أهمية سورة الفاتحة والأبعاد المرتبطة بالآيات الشريفة من أبعاد غيبية وأبعاد معنوية وما يختص بالشفاء المعنوي والشفاء الظاهري لأن الناس يختلفون في تعاملهم وتعاطيهم مع هذا المحيط المحيط المعنويات والغيبيات بعض الناس يمرون بسورة الفاتحة مرور الكرام ولا يعلمون ما فيها ولا ما تكتنف من أسرار البعض الآخر يفتش عن هذه الأسرار ويقف عند حدها ويستفيد من المحيط والمجال الغيبي اللي موجود في روايات أهل البيت عليهم السلام أما البعض الثالث وهنا النقطة المهمة أنه يجعل من هذه الروايات مفاتيح يبحر بها في أبواب الأسرار المرتبطة بعالم الغيب وعالم المعنويات وهذا أساساً هو الغرض من بيان أسرار وخواص وفضل سورة الفاتحة وفضل آياتها وآثارها المعنوية والغيبية التي تنعكس على الإنسان من ذلك ثواب من هذه الأبواب المهمة من فضل السورة ثواب قراءتها البارحة أحد الأخوة كان يسألني أنه ما هو المبرر للثواب الجزيل الآن إحنا عندنا روايتنا الأولى وهي العاشرة روى الصدوق رحمه الله في جامع الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من قرأ فاتحة الكتاب أعطاه الله بعدد كل آية بعدد كل آية أنزلت من السماء فيجزى بها ثوابها يعني الله سبحانه وتعالى يعطي من قرأ فقط سورة الفاتحة ثواب كل ما أنزل من وحي إلى السماء من السماء قلنا إحنا مبرر هذا أن الفاتحة توازي القرآن الكريم والقرآن الكريم فيه تبيانه كل شيء يعني يوازي كل ما أنزل من وحي سماوي في القرآن الكريم الفاتحة في كفة وسائر القرآن الكريم في كفة الفاتحة تختزل تختزن تجمع تحوي كل ما في القرآن الكريم ثم أنه هناك نقطة مهمة أجيب بها على هذا التساؤل أقول أنه ليش الله سبحانه وتعالى يجعل الثواب الجزيل الكبير الذي قد لا يتعقله البعض إذا بعض الأعمال ليس فقط سورة الفاتحة نحن عندنا في الثقافة المذهبية مثلاً في زيارة سيد الشهداء لحسين صلى الله عليه وسلم الثواب اللي مذكور في زيارة سيد الشهداء قد يتوقف فيه بعض من يجهل مقام سيد الشهداء عليه السلام ومقام الزيارة والسبب ما هو السبب أنه يربط بين الثواب وبين العمل بحد ذاته بميزان عقلي يعني إقيس الأمر قياس عقلي فيشوف بأن في ميزانه الشخصي العمل هذا ما يسوى كل هذا الثواب بينما القضية مبنية على ميزان الله سبحانه وتعالى والوزن يومئذ الحق هذا ميزان غير قابل للقياس العقلي غير قابل لأقيستنا التي ندركها ونعرفها لا نحن لا نستطيع أن نقيس هذه الأمور بعقولنا لو كنا نقيس هذه الأمور بعقولنا كثير من الأحكام نغيرها على مشتهاتنا وعلى ما نريد أنت شايف السلام مستحب رد السلام واجب قد نفهم منطقيا أن العكس المفروض السلام هو الواجب رد السلام مستحب لكن السلام مستحب رد السلام واجب المسح بالصلاة هذه الأسئلة كانوا يطرحونها على الأئمة سلام الله عليهم أجمعين ألا ترى أنه بقياسنا العقلي أن باطن القدم أولى بالمسح من ظاهرها ليش؟ لأننا نفكر أن الوضوء المفروض ينظف باطن القدم سطح القدم لا باطن باطن القدم لكن القضية ليست الوضوء ليست ليست عملية تنظيف وإنما عرفه أهل البيت عليه السلام بأنه نور الوضوء نور الوضوء نور حتى سئلوا عليهم السلام ببالي أنا أذكر الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام قالوا لما تقول بالوضوء على الوضوء فقال عليه السلام نور على نور فالقضية ليست مرتبطة بالتنظف وكذا التنظف له باب آخر زين فموضوع الثواب ليس قابل للقياس العقلي وميزان العقل هذا أمر غيبي الله سبحانه وتعالى هو الذي يزين الأعمال ويضع الثواب في إزاء الأعمال هذا المقياس الميزان نحن لا نمتلكه نمتلك أن نتعبد زين الله يقول لنا في القرآن إزاء الصلاة مثلا جنة الصادق الأمين يخبرنا ما أن إزاء هذا العمل هذا الجزاء الأئمة الطاهرون الصادقون عليهم السلام يخبروننا بأن إزاء هذا العمل هذا الثواب ومن ثواب قراءة وتلاوة سورة الفاتحة بحيث أنه من قرأ فاتحة الكتاب أعطاه الله بعدد كل آية أنزلت من السماء فيجزى بها ثوابها وروا الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكاف الشريف بإسناده عن الرضا عليه السلام هذه الرواية الحادية قال إنما شفاء العين قراءة الحمد طبعا العين هنا يحتمل العين يعني هذه العين إذا فيها ألم أو مشكلة ويحتمل أنه علاج العين المقصود فيها التأثر بالعين يعني النظرة السلبية التي تؤثر اللي ذكرناها في الدرس السابق وقلنا بأن الأهل البيت عليهم السلام قالوا بأن العين حق يقول إنما شفاء العين وترى هذه كثير من الناس يعني يعانون منها ويسألون دائما أنه ما هو علاجها مع أن علاجها مبين واضح وتتكرر الروايات في ذلك قراءة الحمد والمعوذتين وآية الكرسي الحمد والمعوذتين وآية الكرسي بعد يقول والبخور بالقصط والمر واللبان طبعا هذا باب واسع لأننا عندنا في مرويات أهل البيت عليهم السلام يتكلمون عن البخور وفضل البخور تسمونها في بعض الروايات الدخنة مثل هذا الحرم اللي شايع في البيوت أمهاتنا جداتنا الروايات تسميه دخنة فاطمة عليها السلام وأنه الدخنة التي لا تحجب عن السماء يعني ليس بينها وبين السماء حجاب الرواية 12 في تفسير القمي بإسناده عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن إبليس رن رنينا يعني صرخ لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله على حين فترة من الرسل وحين أنزلت أم القرآن اللي هي الفاتحة لنزول الفاتحة لأجواء الأرض وقع في عالم الغيب بحيث أن إبليس مرتين يصرخ يضج مرة في بعثة النبي شوف العظمة ضروري أن الواحد يعرف الآيات التي يقرأها أو سنفسرها نبينها ما هي أبعادها الغيبية يضج ضجتين ضج في بعثة النبي وضج حين أنزلت أم القرآن زين وفي ثواب الأعمال الرواية 13 بإسناده عن البطائن قال أبو عبد الله عليه السلام اسم الله الأعظم هذا يبين جانب من جوانب عظمة الفاتحة يقول اسم الله الأعظم مقطع في أم الكتاب مفرق يعني الاسم الأعظم هو الذي الأسم الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لنفسه ولو دعي به لأجاب إذا الله إذا واحد يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالاسم الأعظم الله يستجيب الدعاء وهذا أحد الأسرار التي الله سبحانه وتعالى بثها في صدور أوليائه المقربين زين يقول الإمام عليه السلام أن الاسم الأعظم مفرق موجود في تعبير الرواية مقطع في أم الكتاب زين روايات كثيرة جدا والوقت إذا همنا أنقل حتى ليصر تكرار في المضمون في رواية إن أول كلمة تكلم بها آدم كانت الحمد لله أول شيء نطق به آدم على نبينا وآله وعليه السلام الحمد لله وآخر كلمة بنيه في الجنة يتكلمون بها فيها تكون الحمد لله إذ قال تعالى وآخر دعواهم شنو أن الحمد لله رب العالمين فلا تغفلوا يعني لا تغفلون عن هذه الكلمة دائما تكون الألسن رطبة بها زين هذا تمام ما جاء في فضل الحمد لله أو سورة الحمد فاتحة الكتاب في تفسير البصائر يعني هذا الجانب الروائي تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني رحمة الله عليه أيضا أورد نفس هذه الروايات مضافا إلى رواية لطيفة جدا نقلها رحمة الله عليه عن مناقب ابن شهراشوب يقول أن الحسين أرواحنا له الفداء وعليه السلام كان عنده طفل ابن اسمه جعفر فعهد به إلى معلم حتى يعلم الفاتحة يعلم سورة الفاتحة زين لما إجى هذا ابن جعفر عند الإمام الحسين عليه السلام وسمع منه سورة الفاتحة حفظها يعني تعلمها من معلمه شوفوا المقدار فرح الإمام الحسين وما جاز به المعلم تعرف شنو يعني جانب من جوانب عظمة هذه السورة أعطاه ألف دينار طبعا القوة الشرائية للدينار ذاك اليوم جدا كبيرة يعني أعطاه ثروة وأعطاه ألف حلة يعني ألف قطعة ملابس ألف حلة زين وحشى فمه درا جواهر ترس حلجة جواهر لأنه علم ولده سورة الفاتحة طبعا هذا إيش كثر إحنا يخلينا يعني على الجادة إذا سيد الشهداء اللي إحنا نذوب في ذكرى أرواحنا له الفداء وفي الجزع على مصابه ونحب حب خاص الإمام الحسين عليه السلام بلغ من حبه إلى الفاتحة سورة الفاتحة وحبه لتعليم ولده هذا الحد السورة هذه جدا مهمة علينا أن نتقنها ونعلم أولادنا إتقانها قراءتها أساسا زين فضلا عن تعلم حدودها ومعانيها وما ورد في تفسيرها إن شاء الله من يوم الغد من يوم غد إن شاء الله نبدأ بالبسملة بحول الله وقوته وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل وسل وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار